أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القراشي العربي المكي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة من يوم قلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز ويا غفار وبعض مشاهدي الكرام في كل ربوع الدنيا حياكم الله أبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا كلوا أمين هي الدنيا أي شيء يبتدئ وينتهي وكل شيء لي بداية ولي نهاية وهذا رمضان سرعان ما تركنا وودعناه هذا رمضان يلملم أوراقه ولا ندري إن كنا سنحضره في العام المقبل أم نكون تحت سريات التراب ننتظر الرحمة من المحبين والأهل والخلان فيارب إن كان آخر رمضان هذا العام لنا في الحياة فارض عنا وراضنا وأحسن خاتمتنا هنتكلم عن صحابي ربما كتير مننا ما سمعش عنه وما يعرفش عنه حاجة صحابي النهاردة متعمد أختم بيه رمضان علشان كل الناس اللي في أزماته وفي محن علشان كل الناس اللي بتشوف المصايب اللي جاية من القرايب ومن الإخوات علشان كل الناس اللي بتقول آه بحرقة محتاجين يسمعوا الصحابي ده صاحب الهجرتين صاحب المحنة التي طالت هو الصحابي الذي عرضت عليه كل صنوف العذاب والبلاء والابتلاء كل ما تتخيل وما لا تتخيله وقع لهذا الصحابي صحابي من طول محنته النبي كان يقنط في الفجر ويدعو له شو بقى المحنة طالت قد ايه ان النبي يدعي له في صلاة الفجر نزل القرآن مسنيا على صبره الشهيد الذي طلب الشهادة بصدق من الله فأعطاها له انتو عارفين الصحابي النهاردة اخو اه ابن الام والاب لواحد كان ألد أعداء النبي الصحابي بتاع النهاردة الشقيق بتاع ابو جاهل عارفين مين بقى مين قبل ما قولك مين الصحابي بتاع النهاردة ابن عم خالد بن الوليد هو سيدنا سلمة بن هشامل ابن المغيرة المخزومي ربما كتير ما اسمعش عنه حاجة خالص سيدنا سلمة في عجالة ولد في مكة ونشأ في قبيلة بني مخزوم اللي هي لها السيادة والريادة بين قبائل العرب وعلى الرغم منه هو شقيق ابو جاهل لكن شتان شتان ما بين خلق سيدنا سلمة وبين خلق ابو جاهل فهو ليس شبيها له في أي شيء لا في خلق ولا في خلق فأبو جاهل يبغضه الصغير والكبير قبل الإسلام وبعده وسلمة يحبه الصغير والكبير في الجاهلية والإسلام بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنذ اللحظة الأولى أعلن أبو جاهل العداء الشديد لرسول الله وهذا سلمة شقيق أبي جاهل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن الحب الشديد لرسول الله يعلن بين يدي النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حق رسول الله أبو جاهل ما كانش يطيء حد يسلم كان يطيء العمى وما يشوفش مسلم فكان أي حد يسلم يذيقه صنوف البلاء والعذاب فالنهاردة اللي أسلم من جوة بيته أخوه ابن أم وابوه يعمل فيه إيه؟ أبو جاهل تفنن في كل أنواع الإيذاء والعذاب والبلاء فأذاقها لذلك الصحابي اللي هو أخوه ابن أم وابوه سيدنا سلمة وأذن الله للصحابة بالهجرة إلى الحبشة فكان من المهاجرين سيدنا سلمة لكن سيدنا سلمة لما قاعد في الحبشة كم شهر ما طاقش ليه؟ لأنه اشتاق لي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حب صافي فرجع وما كانش يدور بخلده إيه اللي مستنين لما رجع أبو جاهل ما صدق سلمة رجع فاخده وكتفه بس ما كتفوش بحبل ولا بخيط ولا بسلك ده كتفه بحديد ومنع عنه الأكل والشرب لدرجة أن سيدنا سلمة كان يتحاكى بين العرب بقوته وبشدة بنيانه أصبح ضعيفا هزيلا مريضا لكن الهذل والضعف في الجسم مش في القلب القلب سابت القلب مطمئن بنور الإيمان القلب ساكن بسكون الرحمن القلب ثابت بسبات رب الأرض والسماء وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا ترى إلا حصل تعالوا نذهب إلى فاصل نصلي فيه ونكسر من الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقول جزى الله عن سيدنا محمدا ما هو أهله ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبقوته فياما الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله خد بالك النبي قعد في مكة 13 سنة وسيدنا سلم كان من جملة السابقين يعني أنا بكلمك في عذاب استمر 13 سنة خلص بعد 13 سنة عم الشيخ لا أحبيبي استن ده أنا بقولك الكلام ده علشان أقولك أن الله قد أذن لنبيه بالهجرة إلى المدينة فهاجر النبي وهاجر معه الصحابة غير أن سلمة بن هشام لم يستطع الهجرة ليه؟ ما هو مقيد إيد ورجل ما هو مش قادر يقوم ولا يتحرك النبي هاجر المدينة والمحنة طول والعذاب يطول وخلي بالك من اللي بيعزبه ابن أم وابوه أخوه علشان لما أخوك ولا أخوك يتكلم في عرضك ما تزعليش ولما أخوك أو أخوك يخونك ما تزعليش ولما أخوك أو أخوك ينصب عليك ما تزعليش ولما أخوك أو أخوك يقطعك ما تزعليش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في المدينة كان النبي في دعاء الفجر يصلي ثم يرفع يديه الى الله يقول اللهم انجي الوليد ابن الوليد اللهم انجي سلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين المحنة طالت اوي والابتداء طال اوي سيدنا سلمة ما وهن وما ضعف الجسم ضعف صحيح لكن القلب ثابت تخيل كل اللي يخش عليه كده يرى وجهه ويشعه بنور الايمان كيف حالك يا سلمة والله اني بخير حال والحمد لله يا الله تيجي غزوة بدر وكلنا عارفين في غزوة بدر كانت عام التاني من الهجرة اتنين هجريا يعني بعد خمستاشر سنة من بعثة النبي يعني كده سلمة بقاله خمستاشر سنة في العذاب وكلنا عارفين برضك ان ابو جهل قتل في هذه الغزوة يبقى اكيد الحمد لله سيدنا سلمة هيرجع بقى للمدينة والعذاب ينتهي لكن للأسف لا عارفين ليه لاني القبيلة فضلت على عهد ابو جهل قتل ابو جهل ولكنه ترك آلاف غيره فظلوا يعذبون سلمة وهو صابر محتسب كلما مر به أحد يقول له كلمة صبر يعني لما يعد حد ومعليش اصبر واحتسب فسلمة يضحك كده ويقول له آية كلنا حفظنها لكن للأسف شتان شتان ما بين من يقولها بيقين وبين من يقولها بلسان لا يتجاوز الصوت سيدنا سلمة يبص اللي يقول له معليش أو يقول له أصبر ويحتسب يقول له إيه ألا إن نصر الله قريب يا الله تيجى غزوة الخندق سنة خمسة هجرية تخيل يعني أنت تتكلم في عشرين سنة من عذاب أو تمنتاشر سنة الغزوة دي يستطيع فيها سيدنا سلمة أن يفر بدينه من العذاب بعد تمنتاشر سنة للمدينة خرجوا وراه قبلتوا عشان يجبوه لكن الحمد لله ما لحقوهوش لما وصل سيدنا سلمة للمدينة ما قالش النبي أنا عايز بريك أرتاح ولا عايز فرصة أعد إنما سيدنا سلمة كان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تمنتاشر سنة من العذاب ومن الأسر ومن صنوف البلاء والإيزاء علشان حكتين بس يطلب العلم ويجاهد علشان ينال الشهادة لدرجة إن القرآن الكريم نزل آية مخصوص ربنا يمنح سيدنا سلمة وسام غالي جدا اسمع ربنا قال إيه في شأن سيدنا سلمة وحدة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سيدنا سلمة اللي ربنا قال فيه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بالله عليك أنت لو عد عليك شهر في محنة ولا في ابتلاء تعمل إيه؟ لو عد عليك سنة في محنة ولا ابتلاء تعمل إيه؟ 18 سنة وهو ثابت على دينه راسخ في إيمانه وبعد كده لما ييجي للنبي ما يقولوش يستريح يقولو لا أنا عايز أتعلم وعايز أجاهد معاك علشان ألقى الله شهيدا وبالفعل انتقل النبي للقاء ربه وتولى مقاليد الأمر سيدنا أبو بكر الصديق وكان سيدنا سلمة على رأس كل جيش يجاهد في سبيل الله وقد خرج لملاقات الروم لينال ما يتمنى وما كان دوما يصبو إليه وهي الشهادة فرضي الله عن سيدنا فقد انتقل إلى ربه شهيدا في شهر الله المحرم في العام الرابع عشر من الهجرة قيل في أواخر خلافة الصديق وقيل في أوائل خلافة عمر رضي الله عنه هي دي المتة اللي تصر لأن دول كانوا مشيين ببيت شعر جميل أوي فإما حياة تصر الصديق وإما ممات يغيظ العدى ونفس الشهيد لها غايتان بلوغ الأمان ونيل المنى رضي الله عن سيدنا سلمة وحفظ الله كل إنسان مبتلى وصبر وكشف الله البلاء على كل إنسان طال به البلاء وقد عجز عن كشفه بنفسه وثبتنا الله إلى يوم أن نلقى تعالوا بنا نذهب إلى فاصل نصلي فيه ونسلم على سيد البرية ونقول جز الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبقوتي فيام الرجون منه شفاعة تنصلوا عليك وسلم وتسليم الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة جز الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله خذ الهدية بس هدية النهاردة علشان خطري وعلشان خطر ربنا أولا اوعى تعملها في لحظة انفعال لإني مش هينفع معها رجوعوا على اعتذار هدية النهاردة لكل إنسان مظلوم وقد يأس من نصرة الناس هدية النهاردة لكل واحد وقع عليه ظلم وعدوان ولم يستطع أن يسبت براءة نفسه بنفسه أو أن يكشف الظلم عنه بعدما نصح الظالم وطلب منه أن يعود إلى الله فأبى واستمر في ظلمه كل اللي عليه هيتوضى ويصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة وبعد ما يسلم يعود مكانه ويستغفر ربنا بأي صيغة ويصلي على النبي بأي صيغة بس يوعى بالله عليك لحظة انفعال لا ولا في لحظة زي ما بيقول تهور إنما لا خليك مركز أوي لإني مش هينفع معها رجوع ولا اعتذار وبعد كده تقرأ الآيات دي وتقول كده وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ فَلَا تَيْنُوا وَتَدُوا إِلَ السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ثم ارفع يديك إلى الله وقل اللهم إنك تعلم أن فلانا ابن فلان قد ظلمني وبغى علي وأنقصني حقي وقد آيست من نصرته لي ومن عودة حقي لي فقد وكلتك في أمري فتصرف أنت فأنت حسبي ونعم الوكيل ثاني وثالث ورابع اوعى لحظة تهور ولا لحظة ضعف لإني لا ينفع معها رجوع ولا اعتذار ها نحن اليوم وبفضل الله وبعونه قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في هذا الشهر الكريم عشنا مع حضراتكم على مدار سلاسين يوما متتالية بفضل الله وعونه ومددي في رحاب صحابة كرام قلنا لا نعرف عنهم الكثير فأردنا أن نكشف عنهم اللثام وأن نبين عنهم الكلام فأسأل الله العلي القدير أن أكون في هذا الشهر الكريم ضيفا خفيفا على حضراتكم وختاما أقول قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله فالشكر لله أولا على أن وفقنا لهذا العمل وعلى أن كتب الله له القبول بين قلوب حضراتكم وآذانكم وأسأل الله أن ينفعني وينفعكم به ووالله لقد كنت أحسب نفسي مخلصا في كل حرف وفي كل كلمة نطقتها ما احتسبتها إلا لله وما تمنيت بها شيئا إلا وجه رب الكريم لكن خلوني أقول ثم الشكر موصول لقناة النهار اللي اختارت وقت محترم جدا وقت أنا عارف وكل من يعلم في الإعلام يعلم قيمة الوقت اللي قبل المغرب ده غالي أدئي لكنهم احتسبوا هذا الوقت لله سبحانه وتعالى فجزاهم الله عني خير الجزاء الشكر موصول لهؤلاء الكرام اللي أنت وحضراتكم بتشوفوا أساميهم تيجي كده على التتري في عجالة هؤلاء الجنود المجهونون الذين يقفون خلف الكاميرات وفي الكواليس هؤلاء الذين وإن كنا لا نعرفهم فإن الله يعرفهم الناس اللي كانت بتفتر في الشارع والناس اللي كانت بتصعر لانصاص الليالي والناس اللي كانت ما بتشوفش أهليها ولا بتشوفش ولادها علشان لقمة العيش الحلال بشكر كل الناس اللي ربنا أكرمني بيهم بجد أجمل فريق عمل في هذا البرنامج الحمد لله على تلك النعمة وعلى هؤلاء الصفوة بشكر إخواننا المصورين على مدار 30 يوم معنا في رمضان بشكر أختنا الجند المجهول الأستاذة رانيا حسن اللي هي كانت بجد تعبت معايا تعب شديد جدا في إن هي يعني تنظم وترتب فجزاه الله عني خير الجزاء بشكر أختنا لميس أمين بشكر رئيس تحرير البرنامج الأستاذة مونة سمير بشكر المخرجين العظام الاتنين المخرجين العظام الذين يعني أشبهوا كلاهما برئتي صدري محمد صلاح وأحمد داغر فكلاهما أشهد الله أني أحبهم وأنا أحب جميع فريق العمل في البرنامج بشكر إخواننا بتعصوت سواء كان أخونا جهاد أو نزيه أو أخونا هاني بشكر كل إخواننا بشكر الأستاذ صابر بشكر أستاذ أحمد فؤاد بشكر كل إخواننا أنا مش عايز أنسى حد بشكر إخواننا عمال الكيرين الكيرين مش عارف اسمهم إيه بشكر إخواننا الأمن بشكر كل الناس دي لإني حضراتكم بتشوفوا شخص واحد لكن يقف وراء هذا العمل وناس كسر يوفرون كل سبل الراحة وكل سبل إنجاح هذا العمل فأسأل الله العلي القدير لأنني ليس بإمكاني أن أوفيهم إلا الدعاء ولا حد حتى القناة وحتى صاحب القناة لو ادعوهم في الأسوة الدنيا والآخر أنا واثق الناس دي تقبط بجد ولا شوف تتعبهم بجد علشان كده بقولهم جزاكم الله خيرا عن كل إنسان سمع كلمة فاستفد منها جزاكم الله خيرا عن كل إنسان طبق كلمة ولو حرف أنا أعلم أن هؤلاء شركاء لي أمام الله سبحانه وتعالى في كل نجاح لهذا البرنامج فأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يحقق أملهم وأن يسطر عرضهم أن يريح قلوبهم وأن يحفظهم من كل سوء وشر ومكروف ثم الشكر أخيرا لكم أيها المشاهدون الأكارم الذين تابعتمون على مدار هذا الشهر الكريم فلكم كل التحية والشكر والتقدير وأسأل الله العلي القدير أن يستخدمنا ولا يستبدلنا وختاما أقول أغيب عن حضراتكم في أيام العيد على أمل أن نعود إليكم جديدا إن شاء الله مجددا بملف جديد ولا أجد ختاما لهذا الكلام إلا أن أقول اللهم رب الركن والمقام أقرئ حبيبك مننا السلام اللهم رب الركن والمقام ورب المشعر الحرام أقرئ حبيبك مننا السلام ختاما وختاما وختاما أقول قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وربك دوما يقول لك إني قريب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد